مبارح كان فيه عقد مهم جدا من عقود رعاية النادي الاهلي مع بنك أبو ظبي أبو ظبي الأول مصر ومن قبله كانت اتصالات مصر وتتوالى عقود رعاية الاهلي وامتيازاته عشان كده فيها تفاصيل كثيرة يسعدنا يكون معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا سبراهيم ومساء الخير عليك يا كاتر عدلي ومساء الخير على مشاهديمك الكرام أعلى دور سعد تفضل تليفونك مشغول يا دكتور واضح من بدر مقفول أن أنت مازلت مشغول برضه في الحقيقة والله أنا فعلا كان عندي شغل وسرحت فيه فعلا ولست بخلص دلوقتي حالا هلأ أكون في العوة الناس بعد عقد مبارح تساءلت ماذا بعد إيه اللي حصل مبارح واللي جاي إن شاء الله يعني إزاي ما حضرتك تفضلت مشغولنا سبراهيم إحنا كان عندنا مبارح توقيع العقد الثاني لرعاية النادي الأهلي مع بنك أبو ظبي الأول وده في الحقيقة واحد من الشركاء الاستراتيجيين وده أول مشروع رعاية يدخل فيه بنك أبو ظبي الأول في منطقة الشرق الأوسط وهو البنك يمكن كان زي ما الجامعة الحضور كان بيتابع إن رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ محمد عباس كان عرض استراتيجية البنك وإن البنك عنده رؤية في التوسع في منطقة الشرق الأوسط باعتباره واحد من البنوك اللي بتمتلك هو أكبر أصول مالية يمكن تتجاوز 300 مليار دولار ودي أصول ضخمة جدا وإنه عنده رغبة في التوسع وإنه هو حاجة يتوسع داخل الأسواق العربية وأيضا القرى الأفريقية فكان لازم يبحث عن علامة تجارية قوية تستطيع أن يتوصلوا بالأسواق دي وهو واقع اختيار البنك على أن أفضل علامة يمكن أن يتحقق له أهدافه التسوئية كانت علامة النادي الأهلي في الحقيقة ويمكن أنه كان برضو متفهم القدرات المالية والخدمات البنكية اللي بيتمتع بها المادي الأهلي لأن المادي الأهلي بيمارس على مدار اليوم وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة عمليات بنكية سواء من خلال جداول المرتبات اللي بيتم تحويلها للبنوك اللي صرفها من خلال البنوك المالية عندنا أيضا عقود تجارية تم تحويل مستحقاتها ما بين البنوك وبعضها البعض وبالتالي دي بتقدم فرص استثمارية للبنك عندك طرق دفع وطرق خدمات تمولية لخدمات العضوية وبالتالي لأن أفضل استثمار يمكن أن يستثمره السوق الرعاية كان مع النادي الأهلي الجزء المهم أيضا يمكن الجماهير العريضة اللي بتتابع كرة القدم المصرية بشكل عام وكل أشكال الرياضة اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية كان فيه بيتساءلوا الفترة اللي فاتت هو ليه الأهلي بياخد أكتر من الأندية الأخرى يمكن دي أيضا كانت واضحة جدا فيه كلمة الكابتب محمود القطيب إذا كنت ترغب أن يكون لديك فرصة في الاستثمار فالنادي الأهلي هو جاذب للاستثمار وده مفهوم جديد في الحقيقة بيتحقق سوق الرعاية المصرية البعض بيفهم الرعاية على أنها فعل خير أو عمل خيري أو تبرع أو إلى خلافه ده لم يعد موجود في عمل الرعاية في الحقيقة منذ فترة كبيرة الرعاية قيمة على عائد على الاستثمار وبالتالي عندما يدخل قطاع البنوك يبحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة هذه الفرص دايما أنا ذكرت جزء منها سواء كانت بتتحول في جدوى الرواتب إنت عندك أعلى جدوى الرواتب ما بين مختلف أنديق القرى الأفريقية يمكن إحنا عندنا مرتبات شهري بيتم صار بمرتبات من خلال قطاع البنوك بتتجاوز الخمسين مليون جنيه كل شهر إنت عندك أيضا تحطيل اشتراكات وأيضا رسوم بيتم كلها دي عمليات بتقوم على الخدمات البنكية وبالتالي عندك فرصة لاستثمار وتحقيق عائد أيضا يمكن شفنا التطابق يمكن إحنا كنا بنعرض مفارح في البنك التطابق ده مهم جدا أي علامة تجارية بتخش تتشارك مع علامة تجارية الشارط الأول للنجاح في الاستثمار هو التطابق ما بين العالمتين البنوك تمتلك عملاء وأيضا النادي الأهلي يمتلك أيضا جمهور وهذا الجمهور بيمثل للبنوك وأيضا مرشحين لأن يكونوا عملاء في قطاع البنوك وبالتالي في تماثل ما بين العالمتين الثقة المتبادلة يجب أن تكون واصف في الفوز كما أنك يجب أن تكون واصف في الربح مع القطاع الجنوك فعندما تبحث عن الفوز لن يجد غير النادي الأهلي لأنه الأعلى في القرى الأفريقية في الحياة وكل الأرقام والحقائق الرقمية ويمكن ده إحنا حتى في كلمة كابتن محمود مشكورا لما عرض في كلمته قال إحنا كنا قبل الاحتفال بيوم واحد كان لدينا أيضا حدث صعيد أننا كنا نعرض على الجمعية العمومية الموقرة للنادي الأهلي الأداء المالي خلال سنة مالية كاملة على جمعيتنا العمومية الموقرة أداء مالي بلغ ميزانيته 3 مليار 87 مليون جنيه بصائد تجاوز 149 مليون جنيه وده بيعكس قوة الأداء المالي عشان يبقى عندك أداء مالي قوي بهذا الشكل تحتاج أيضا إلى خدمات بنكية قوية لخدمة هذه الميزانيات الضخمة اللي موجودة كمان عندك استثمار في بنية تحتية يجب أن تكون البنوك شريك استراتيجي لك في عمليات الاستثمار وتستطيع أن تقدم تحتلات اعتمالية للمشروعات الاستثمارية أيضا الضخمة ويمكن كان أهمها التجمع نادي الأهلي في القاهرة الجديدة ويمكن أنا حتى ما أرتش بميل كثير لأننا نستخدم فروع ولكن يبقى لنصف قانون هي اسمها فروع لكن أنا بميل أن نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة لأن نادي على 50 فدان دا ما بيحصلش محدش يقدر يعمل البنية التحتية على 50 فدان بنادي كامل بمنشآت كاملة بهذه المستويات من الجودة بهذه القيمة من الاستثمار وقدر أسميه فرع دا نادي بحجمه ضخم جدا جدا فأعتقد أن دا كان واضحه قدام البنك الأبوظابي الأول وكان عنده ثقة كبيرة في أنه قادر على أن يحقص أرباح من خلال الشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي لصالح عملائه ولأيضا صالح جنبور النادي الأهلي في الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بدي الكلمة اللي قالها الأستاذ محمد عباس رئيس مجلس الإدارة بأن بنك أبوظابي بيمتلك أكبر أصول مالية في منطقة الشرق الأوسط 300 مليار دولار ونحن أيضا بالإضافة لأصولنا الضخمة هي الأكبر على الإطلاق ما بين كل أنديد القارة الأفريقية ممكن ذكرناها بالأرقام والحقائق نادي الشيخ زايد على 129 فدان نادي القاهرة الجديدة على 50 فدان نادي مدينة نصر أهل مدينة نصر على 50 فدان المقار الرئيس في الجزيرة على 11 فدان عندك ثلاث مقارات حية ملكية كاملة لأعضاء الجمعية الأممية المؤقرة لكن أنت كمان عندك أصل لا يمكن أن يقدر بمال لا يمكن أن يقدر بمال وهو جمهور كبير وعظيم في كل أرجاء المأمورة أعتقد أن هذا هو أهم أصول النادي الأهلي ولا يستطيع أحد أن يمتلك مثل هذا الأصل وولا هذا الأصل هو الأعلى قيمة سوقية ما بين مختلف الأنبيل ده برضو دي قيمة محدش قادر يستوعبه عشان كده النادي الأهلي ياخد القيمة الأكبر ياخد القيمة الأعلى عنده ما بين كل فترة وفترة زيادة مضطردة في قيمة حقوق التجارية ضخمة جداً وبالتالي لن يستطيع أحد أن يكون في مقارنة مع النادي الأهلي إلا أنه ليمتلك من الأصول سواء كانت الأصول للبنية التحتية بتاعته ومقاراته أيضاً أصوله المرتبطة بجماهيره أصوله أيضاً في جماعية العمومية نهارداً تحضرتك عندك الرقم اللي تقال في الجماعية العمومية أن لهم حق الحدور هم 187.775 عضو أعتقد أن ما فيش 187.775 عضو لهم حق التصويت في جماعية العمومية دولت بيعكسه 187.000 أسرة أيضاً تدرم في متوسط أربعة يعني عندك عدد من الأعضاء داخل النادي الأهلي بيتمتعوا بخدماتهم تجاوزة 800.000 بيشتروا من منافذ بأيضاً بيدفع رسوم اشتراكات كل دي ثروة كبيرة وضخمة للنادي الأهلي لا يمكن أن يقارنها أي أحد بالنادي الأهلي دي نقطة مهمة أنا هاجي لك يا دكتور في موضوع الجماعية العمومية لكن في موضوع الرعاية لفت نظري جملتين في الرعايتين يعني فكرة الكابتن الخطيب لما قال أنه البحث عن الاستثمار النادي الأهلي جاذب للفرص الجادة يتلاحظ أنه إحنا بنتكلم على اتصالات مصر وشركة إماراتية وبنك أبو ظبي أيضاً بنك إماراتي يعني الأهلي جاذب للاستثمارات الخارجية والعربية للسوق المصري كمان يعني حضرتك ده بيدل حضرتك مؤشر أنه يدي إيه أنت عندك قدرة أنك توصل العلامات التجارية الكبيرة بأسواقها الرئيسية في كل الدول العربية لأنه ده بيعكس أيضاً قدرات النادي الأهلي في الأسواق العربية يعني على سبيل المثال زي ما أنا قلت النهاردة أنت عندك أهم أصل في الأصول اللي أنت تمتلكها كنادي أهلي هو جمهورك وحجم الولاء المرتبط بهذا الجمهور ومتابعة النادي الأهلي على سبيل المثال لو أخذنا الشريك الاستراتيجي للنادي الأهلي وهو قطاع للطلاة ومركز المرادي على التكنولوجيا أنها صناعة كرة القدم بتحتاج النهاردة إلى تكنولوجيا يمكن أنتم كنتم بتتبعوا مباريات كأس الألم وشفتوا قد أن التكنولوجيا تلعب هي تلعب الدور المحوري دلوقتي في تطوير صناعة كرة القدم وبالتالي النادي الأهلي عنده جمهور كبير جدا على مدار الأربعة وعشرين ساعة محتاج أنه يستخدم طرق تكنولوجيا لأننا نوصل المحتوى الرقم الضخم بتاعنا على مدار الأربعة وعشرين ساعة عند الجمهور عنده حالة من الشغف الكبير جدا في استهلاك المحتوى الرقمي يمسك الموبايل بتاعته يتابع أهداف النادي الأهلي يتابع أخبار النادي الأهلي يتابع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي يتابع الافتتاحات الجديدة في النادي الأهلي يتابع الإنجازات الرياضية لتسعتاشر لعبة رياضية على مدار اليوم فأنت عندك أهم محتوى رقمي يحتاجه أي مواطن أي مواطن بشكل عام وبمهور النادي الأهلي بشكل خاص على مستقعلك في كل الدول العربية وبالتالي أنك أنت النهاردة كمان انت ماسك الدول العربية اللي موجودة في القارة الاسعوية او في القارة الافريقية ودو تنين من اكبر الدول في صناعات ايضا الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص فانت النهاردة بتقدم فرص استثمارية في القطاع التكنولوجي للشركات لشركة بطلاط مصر باستثمارات ضخمة بحجم استهلاك ضخم بمحتوى رقمي لا يمتلكه احد غيرك فده طبعا فرص استثمارية كبيرة نيجي على قطاع البنوك يمكن انا ذكرتها في بداية المداخلة فعشان ما اقررهاش تاني دي برضو فرص استثمارية موجودة عندك استثمارات في بنية تحتية انت عندك لسه الشيخ زايد فرع الشيخ زايد لسه عندك بنية تحتية بتستثمر فيها ايضا بتستثمر في المبنى الاجتماع ان شاء الله في العام المالي القادم سوف يتم استثماره بتستثمر ايضا في انشاء ملاعب كرة قدم في الشيخ زايد ملعبين كرة قدم ببنطقة اماكن انتظار سيارات موجودة ايضا عندك لسه حمام سباحة ايضا في الشيخ زايد عندك لسه المسجد في الشيخ زايد دي كلها استثمرات عندك ايضا في الجزيرة عندك حمام التربية والتعليم اللي احنا اخذناه في صالح اعضاء النادي وتم ترسيته على احد المؤسسات الوطنية ايضا للبتء في رفع كفاءة الحمام واستتاحه لاعضاء الجزيرة عندك ايضا في مدينة نصر الجراش والسلم الكهربائي في الجراش ايضا المنطقة المرتبطة بملاعب الناشئين ومدرج ملاعب الناشئين والغرف ملابس اسفل قطاع الناشئين ده كلها عندك فرص استثمرية كبيرة جدا ملاعب البدل اللي تم افتتاحها في الجزيرة بالامس القريب ملاعب البدل اللي تم افتتاحها في مدينة نصر ايضا وسيتم افتتاحها ايضا في الشيخ زايد التجمع المرحلة الاولى في فرع القاهرة الجديدة النادي الأهل بالقاهرة الجديدة والتحفة الفنية التي أبهرت كل من رأى الصور ويمكن دي برضو فرصة أن احنا بندعو الناس ان شاء الله جميع أفراد الجهاز الإداري سوف يكونوا بكل قوتهم وكامل طاقتهم بداية من يوم السبت القادم موجودين في مقر القاهرة الجديدة في التجريب للبنية التحتية والتجهيزات استقبال الأعضاء إن شاء الله في استقبال تجريبي من يوم 16-12 دي كلها استثمارات ضخمة فانتعيش شركاء عندهم فرص لتحقيق أرباح من خلال النادي الأهلي وأنا يمكن هنا بركز على موضوع الأرباح الأرباح تعني أنه لك علاقة استثمارية أنا بحط مع الجنيه ببص على العائل على الاستثمار مع النادي الأهلي فالنادي الأهلي هو الطريق الآمن للاستثمار بمناسبة الأعضاء وخدماتهم الجمعية العمومية لم تكتمل وبالتالي بيفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول أعمالها المجلس معاد اجتماعه إمتى والاجتماع الأخير رأي حدثك إيه تبتليني أرجع شوية يمكن إحنا برضو يمكن كان في يوم دخلك يعني حضراتك وسمحتونا بيها الأسبوع قبل الماضي وكنا بنتكلم على الجمعية العمومية والتجهيزات اللي هي تم التحضير لها من قبل مجلس إدارتنا المواقر لاستقبال أعضاءنا المواقرين داخل الجدران المقر التاريخي للنادي الأهلي في أيام إنعقاد الجمعية العمومية يوم 28 اليوم الأول ويوم 29 اليوم الثاني وفي الحقيقة إحنا كنا حرصين على حضور الجمعية يعني حضور الأعضاء للجمعية العمومية واستقبالهم لاجتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لأسباب عديدة اسمع لي عايزة توقف هنا بس يا دكتور سعد عشان الناس ما يحصلش عندها confusion أو الأخباطة الاجتماع على يومين طيب معناه إن انت لو كان النصاب اجتمع في اليوم الأول كنت هتلجأ لليوم الثاني ولا بمجرد ما اجتمال النصاب في اليوم الأول كنت هتجتمع كنت لو اجتمل النصاب في اليوم الأول كانش هيبقى فيه يوم تاني لأن شرط اجتمال النصاب في اليوم الأول ده شرط دايما بيبقى صعب جدا مش عند النادي الأهلي بس لأن كل النظر في أي مكان مش هيحصل 50% أنا عارف الإجابة أنا عارف المشاهد يفهمها 50% زائد واحد ويمكن أنا ذكرت مع حضراتكو دلوقتي يمكن كان هو يعني سؤال دايما يعني ذاكي من الكابتن عدلي إنه عايز المتابعيننا يبقوا دايما فاهمين النظام الأساسي بتاع النالي الأهلي إحنا قلنا إن إحنا عندنا 187.775 أو على ما أتذكر 184.775 مع عشان النصاب يتهمل في اليوم الأول 50% زائد واحد يعني بنتكلم على أكتر من 92 ألف عضو في اليوم الأول ودي عمرها ما حصلت حتى في أيام في الجامعيات العمومية اللي بيحصل فيها انتخابات للنادي الأهلي طوار تاريخ وده بيبقى شيء من المستحيل فالمشرع لما بيعمل النظام الأساسي بيرجع لليوم الثاني اليوم الثاني اكتمال النصاب بيكون 10% من إجمالي الجامعية أو 5000 عضو أياما أقل وفي الحقيقة إحنا يمكن يعني اللي حضر عندنا في اليوم الأولاني تجاوز الألف وشوية فبالتالي لم يكتمل النصاب في اليوم الأول رجعنا لليوم الثاني اللي حضر فيه 3972 على ما تكون ذاكرة يعني صحيحة لابد من وجود 5000 وبالتالي بيحال الأمر لممثل الجهة الإدارية وممثل اللجنة الأولمبية المصرية هو من يقرر اكتمال النصاب أو لا يقرر اكتمال النصاب وفقا لأعداد الموقعين داخل كشوف الجامعية لا هو مش بيقرر يا دكتور سعد معلش عزاء هو بيعلن إنما القرر ما يقدرش يلعب فيه يعني ما يقدرش بالتالة تلاف يقول لك اكتمل النصاب بيعلن في ضوء أرقام تم التوقيع بالزبت كده في كشوف العضوية الموجودة على كل اللجان الموجودة وأعلن أن النصاب القانوني للجامعية العمومية لم يكتمل نظرا لأن إجمالي عدد الموقعين في كشوف الجامعية العمومية كان 3972 72 طبعا البعض دايما البعض دايما إنما بيبصش على النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة لو رحت في أي يوم هتلاقي النادي مزبحم عن آخره يعني أنا وأنا بكلمكو دلوقتي وأنا بكلمكو حالا يمكن أنا كنت قافل التليفونات لأنه كنت كان فيه تعاقد بصهرانين عليه ومطلوب مننا إن إحنا ننهيه عشان هيتسلم للشركة الموقرة يوم الثبت إن شاء الله النادي الأهلي مش هتقول لنا بخصوصها دكتور خليها مفاجأة دي إن شاء الله مفاجأة الكترة مفاجأة المعلقة كترة يا دكتور يعني إذا كان يمكن التصريح بالموضوع دايما ننايم الناس مبسوطة يعني عندنا العقود بتاعة الأربع رعال اللي هم على الاتشارت بالإضافة للرعي الرئيسي والبنك الرسمي إن شاء الله بنتميهم إن شاء الله عشان نعلن عنهم وموجودين على الاتشارت معنا فصهرانين أنتوا بتكلمون أنا بس عايز أشير لحاجة هنا النادي الأهلي وأنا بكلمكو دلوقتي وأنا بكلمكو دلوقتي في الجو اللي ده إنخطات فيه درجة حرارة النادي الأهلي بمقره في البزيرة وفي مدينة ناصر وفي الشير رايد ممتلئ عن آخره لأن إحنا الشاشات الرئيسية شغالة والناس بتتابع مباراة كأس العالم داخل جدران النادي الأهلي في أنا عايز بخصوص الجمعية أقف مع حضرتك عنده نقطتين مهمين دكتور النقطة الأولانية الليحة لما يكتمل النصاب بخمس تلاف الشرط علشان الاجتماع ينعاقد والجمعية تناقش بنود الجدول للأعمال لازم يتواجد كم في المية من العدد من الخمس تلاف فيه نسبة مقاوية مش كده خمسين في المية زائد واحد نسبة مقاوية خمسين بحيث أن أنا بس أنا عشان الناس حاولت تثير لغط عليها أنا ممكن الناس تسجل ويبقى خمس تلاف ساعة الإنعقاد داخل الخيمة أو داخل الصالة الخمس تلاف دول ممكن يكون موجود منهم خمسين واحد فقط فبالتالي ده إجراء غير قانوني برضو لازم يتواجد خمسين في المية من الخمس تلاف أول عشان تبدأ منقش الجدول للأعمال لابد أن تكون صحة الإنعقاد بتاعت الجمعية خمس تلاف واحد أوكي في حالة اكتمال النصاب بيبدأ منقش الجدول الأعمال في وجود خمسين في المية من المسجلين أو اللي تم ايه وحي ألفين وخمسمية ألفين وخمسمية يعني ألفين وخمسمية فبالتالي أيضا ده شرط أساسي عشان تبدأ تناقش جدول أعمال الجمعية خلينا نقول حاجة مهمة يعني إحنا كنا حرصين وكنا هنبقى فخورين جدا لو كنا نقشنا لسبب صحيح لسبب بسيط انت بتعرض ميزانية أعلى ميزانية في تاريخ النادي ومش أعلى ميزانية بس وعندك فائد 149 مليون جنيه في ظل تحديات الطاضية بيمر بيها العالم أجمع هي مأثرة على كل دول العالم دي ما فيهم الدولة المصرية وبتالي لها نعكس عايدة توقف هنا عند الفائد ده دكتور معلش أنا بحب كده إيه الأرقام المهمة دي أتوقف عندها مية وكم 149 مليون حوالي 150 مليون جنيه فائد لكن هذا الفائد هل موجود في شكل سيولة ولا مستحقات برى النادي انت طبعا انت كابتن عدلي كل الناس عارفة ميزانية يعني ميزانية إرادات وأيضا مصروفات وقد يكون لك أيضا ديون وقد أيضا تكون في عليك أيضا فلوس انت كمان ما فدتهاش لكن في الإجمالي المصروفات ناقص الإرادات هو اللي بيدي لك الفائد بتاع الميزانية النادي الأهلي أيضا له مستحقات مالية لدى الغير أيضا بأرقام مالية ضخمة جدا وبالتالي أنا بس حبيت توضح دي عشان بييجي يقول لك النادي الأهلي بيطالب يقول ما عنديش سيول أهل ليه مستحقات بس عايز أخدها أنا ليه مستحقات ولازم أخدها وأنا مسؤول ومكلف يعني النادي الأهلي مجلس إدارته الموقر أيضا من ضمن الاختصاص بتاعته هو الحفاظ على جميع حقوق النادي لدى الغير فده من ضمن المهام الاختصاصات اللي حقها من نظام الحساسي وكلف بيها مجلس الإدارة وبيحسب عليها وعشان كده يمكن دايما برضو احنا بنستخر ان احنا عندنا ميزانية مالية ضخمة تلاقي كابتل محمود بقوله يا جماعة ما تنساش ان النادي الأهلي أيضا مصروفاته ضخمة ما ننساش ان النادي الأهلي محتاج انه تكلم في أربع عندية يعني يعني انت بتتكلم من النهاردة وبتقول حاجة انت عندك تسعتاشر لعبة انت عندك تسعتاشر لعبة عندك جدوى المرتبات الشكل تم تقولينا كده ميزانية النشاط الرياضي مثلا لا اخلينا اقولك ان احنا حطين الموازنة التقديرية للنشاط الرياضي للنشاط الرياضي على ما اتذكر متوقعين ان يكون مصروفات النشاط الرياضي ما بين تجاوز 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 350 مليون تم تخيل نشاط الرياضي بتكلفك اديه انا بقول كده عشان بعض الناس والجماهير وولادنا يفهموا ان احنا النادي أهلي لا يتدخر جهدا ماليا ولا اداريا ولا فنيا في دعم كل الالعاب وبدعم في افضل انت النهاردة مجلس الادارة يمكن لحضرتك تتذكر في ضمن استراتيجيته في تطوير النشاط الرياضي تحديدا مجلس الادارة كان قرر ان يستعانى بافضل الخبرات الفنية من مديرين فنين على مستوى العالم وده احنا بالفعل ماشيين فيه بخطوات سابتة النهاردة عندنا المدير الفني لكرة تتلة واحد من افضل المديرين الفنيين الاجانب اللي موجودين والحمد لله في نتائج ايجابية يمكن اخرها والفوز بدور المرتبط لكرة تتلة ايضا ثالث افضل مدرب في العالم في كرة اليد تم التعاقد معه وان شاء الله النتائج كرة اليد لان النهاردة دكتور نادي سبورتينج اللي ابتدى الموسم فاذا عن نادي الالي النهاردة الالي مكسب خمسة وتلاتين تسعة عشر فانا بقول لحضرتك يعني احنا النهاردة عندنا اهداف استراتيجية واضحة اهداف تطويرية واضحة ماشيين فيها ببلان وفقا لجداول زمنية محددة وفقا لمؤشرات اداء بنوع ديها جمهورنا اهم مؤشر اداء جمهورنا دايما واعي لغة ومحافظ عليه هو الفوز بالبطولات وان العنوان الرئيس للنادي الاهلي هو الفوز بالبطولات وده يمكن احنا وعود ماشيين فيها عندنا ايضا كل الرياضات الاخرى احنا عارسين ان احنا نوفر لها افضل الاستبارات الفنية الجنباز السنة دي عندنا مدير فني اجنبي ومديرة فنية اجنبية ايضا تم استقدامهم ايضا فالميزانية النهاردة بتاعت النشاط الرياضي واحدة من اقصى من الميزانيات اللي موجودة في ايضا الاخرى الافريقية محدش بيصرف اللي بيصرفه النادي الاهلي ومحدش بيوفر الامتنات اللي بيوفرها النادي الاهلي على مستوى ايضا الناشئين ايضا احنا مستمين بكل الردات ويمكن تفتكروا ان احنا العام الماضي العام الماضي مع بداية مع بداية بعد انتخابات مجلس الادارة مباشرة تم تحت ثلاث صلات ايضا كبيرة في الشيخ زايد صالة وصلت الجنباز وصلت السكواش وتنس الطاولة فاعتقد لا النادي الاهلي منظومة مختلفة ويمكن ده دايما ان النادي الاهلي عارف اللي عنده ايه ومش ده بقى اللي بيخلينا كمان نقف يمكن كبت المحمود في كلمته حتى داخل الاحتفالات الاخيرة بعقود الرعاية كان بيأكد على ان احنا قدامنا متوار كبير لسه وقدامنا عمل كتير ومحتاجين موارد مالية اكبر من الموارد المالية الحالية عشان نقدر نلبي طموحات الاعضاء بتاعتنا وطموحات النادي الاهلي طيب خلينا اقولك بمناسبة الكابت المحمود دكتور الصورة اللي قدامنا دي من الشيخ زايد ده الشيخ زايد يعني مع كل هذه الانشاءات الضخمة وميزانية النشاط الرياضي القياسية والميزانية الاضخم في تاريخ النادي هل كان من الممكن بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية المجلس يناقش الميزانية مع الاعضاء الحاضرين ولو على بشكل ودي لا دي مخالفة تعد مخالفة فيه ثلاث فيه ثلاث كلمات موجودين على يعني طوابات النادي الاهلي الرئيسية اللي تم تطورها في الحقيقة بريد مبادئ تطوير النادي الاهلي من ضمن مبادئه احترام القانون والقانون الذي يحكم الرياضة او الذي يحكم النادي الاهلي داخل بدرانه هو النظام الاساسي للنادي الاهلي عندما يخر النظام الاساسي ان اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في اليوم الثاني هو عشرة في المية او خمس ثلاث ايوما اقل بشرط حضور خمسين في المية من عدد المسجلين في الجداول يعني الفين وخمسمية من الخمس ثلاث وعندما يكون هناك ممثل الجهة الادارية هو المسؤول عن اعلان اكتمال النصاب او عدم اعلان بالاضافة الى الممثلين قضائيين موجودين من اللجنة القلمية المصرية النادي الاهلي دائما يحترم اقتصاصات الجهات الادارية المشرفة على الجمعيات العمومية وبالتالي لا يجوز للنادي الاهلي ان يطلق فكحة باب النقاط بعد ان يعلم ممثل الجهة الادارية ان الجمعية العمومية لم تكتمل وبالتالي تحال مهام الجمعية العمومية الى مجلس الادارة وهذا يعني ايه؟ هذا يعني ان المكاتب الادارية عندنا يمكن عدراتكم يمكن احنا كنا بنتكلف بالطبيعة وحضرتك بتقول لي احنا بنتصل بي بقول لحضرتك معلش انا كان عندي شغل وشغالين على مدار الاربعة وعشرين ساعة مش بنبالغ اشتادي يمكن احنا كان عندنا الجمعية العمومية انتهت في النادي في ساعة تسعة كنا توجهنا مباشرة لقاعة المؤتمر تجهيز المؤتمر واعداده بالشكل الذي يليه بمكانة وقيمة اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وعلامة تجارية للنادي الاهلي وبالتالي خرج الاحتفال في اليوم التالي ويمكن احنا النهاردة الخميس ما فيش عندنا فترة للراحة ولكن على الرغم من كده احنا ما كاتبنا مفتوحة لكل اعضاء النادي الاهلي وبالفعل بعد الجمعية العمومية بعد يعني اعلان سيد ممثل الجهة الادارية وكيل اول الوزارة للشباب والرياضة ايضا وفي حضور المستشارين القانونيين المؤقرين من اللجنة الاربية بعدم اجتمال يعني النصاب القانوني للجمعية انا جالي بعض اعضاء من الشيخ زايد يعني انا بذكر اهوة الاماكن وفي الحقيقة واجهو الشكر الجزيل لمجلس الادارة على الجهود اللي تم بزدها وبالذات في الشهور الاخيرة في الحقيقة اللي هم لمسوا ايضا وهم عندهم كمان ثقة في ان ان شاء الله طفرة الانشائية اللي جاية في كل المقرات ان هم عندهم ثقة وان احنا مكملين وده ليه انت دايما ما بتبصش للجانب الاجابي في الموضوع عدم اجتمال النصاب القانوني ايضا للجمعية والكابتن عدلي طبعا يعني واحد من الرموز اللي موجودة في النادي الاهلي واحنا تعلمنا منهم ومارس مهمة المدير التنفيذي وحضرتك اكتبار الاعلامين اللي غطوا كل الجامعيات العمومية عدم اجتمال الجامعية العمومية هي ايضا يجب ان يتم اخذها في شكل اعلان ثقة فيه ما تم من مجلس مجلس ادارة النادي الاهلي الجامعية العمومية للنادي الاهلي على فكرة حريصة جدا 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 على كل يوم لكل يوم بيقضي مجلس الادارة وبتابع العمل اللي بيتم يوم بيوم انا مكتبي مفتوح اليوم بالكامل وتأكيدا على كلامك يا دكتور ساعد عادة الجامعيات عبر التاريخ الماضي لا تكتمل الا في ظل المشاكل فعدم اتمالها بيقولك ان الدنيا ماشي خلينا ما نقول في المشاكل خلينا نقول ان فيه يعني ممكن نقول لو فيه مطالب ملحة يعني لو فيه كارسة ملحة لو فيه كارسة كارسة انا عايز اقول كارسة انت عندك طالما المشاكل لا هيواجهك مشاكل كل يوم كل يوم اكيد لا نتحدث مشاكل يعني تستدعي ان الاعضاء يكرسوا نفسهم عشان هيجوا دوافع يبقى فيها دوافع افتقات ضخمة او عندك حاجة لكن انت معن بالعكس انت عندك انجازات ضخمة عايزين يقول انك عندك انجازات ضخمة الانجازات خلت الاعضاء موجودين في النادي بيتفرجوا على الشاشات ويعني عندهم هذا التجديد للثقة وماهتموش انهم يروحوا يسجلوا وفي الحقيقة دا بيتفقى دايما احنا كمان في النادي الاهلي عندنا فلسفة يعني النادي الاهلي دايما له فلسفة وما بين مختلف الاندية المصرية احنا عارفين ان احنا دايما بندي الثقة يجي مثلا لما تيجي تتكلم انت هتحسب المدير الفني يقولك ما بنحسبوش بالقطعة نديه الموسم لحد ما ينتهيه الموسم احنا النهاردة دورة الانتخابية بتاعت المجلس مدتها اربع سنوات هو حاطط بلان الاربع سنين اكتر من رائع لكل الانجازات اللي بتتم خلال الاربع سنوات وكان عندنا اربع سنوات ماضية في الحقيقة كان فيها استحتان وتقدير ايضا من الجامعية العمومية وكان فيه تجديد صفة في الكابتن محمود الخطيب وفريق العمل اللي بيقوده الكابتن محمود ومجلس ادارة الموقر في الحقيقة لانه شافوا الاربع سنين كل الوعود اللي تم الوعد بيها عققت بنسب تتجاوز ما تم حتى الوعد بيه يعني تم الوفاء دي فقال دايما النادي الاهلي عنده حاجة مختلفة النادي الاهلي نموذج مختلفة احنا دايما فخورين الحمد لله الحمد لله دكتور سعد احنا اجهدناك بعد يوم عمل مضلي بالنسبة لك انا مشفق عليك والله ربنا معاك شكرا شكرا جزيلا للدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي شكرا شكرا شكرا